السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوصمدي هناله ان شاء الله نتكلم على احد الموضوع اللي مهم مهم بزاف تربيه الارانب وهو كيفية امساك الارانب بطريقة احسرافية اني جاء الناس اللي يعني مني كتشو الصوق مثلا ولا كتشوفوا شي واحد هذا الارانب كينا نمسك الشهير لكل شي كيمسكها وهي خاطئة مئة بالمئة وهي اننا نشدو الارانب ديولنا من الأدنين اني شاهم واحد كيشوف الارانب هو هذا هكا يقول النقطة المرتفعة هي غدين نشدو من ودنيه ونهزو كونوا متأكدين ان ذاك الارانب المسكين ركا تعدو عليه وفي نفس الوقت هاد القراوش يكون هنا هكا هادو رغم يتطرطقوا شحن من واحد كتلقاء مني يقلب الارانب ديوله كي يقصف هاد الجيه هادي كتلقاء ديمة سخونة وهاد جيهة كتكون مطرطقة احنا كنقلوها مطرطقة كي ودنيه ماشي واقفين تباك الله بحال هكا لا كتلقاء ودنيهم غي طايحين ولا من هاد الجيهة من هنا ديما عندهم ضرار في هاد الجيهة مهم احنا نشوفوا القادية ديال كإنسانيا يعني كإنسانيا ممكن اننا ندرسوا الفيزيولوجيا ديال الارنب الارنب هانتو مكوا هنا مايمكنش نشدوه هنا مايمكنش نشدوه شحام واحد عاوتاني كينوحد الناس لا يسمح لهم كي هزوه من الرجلين دياله يعني الارجل الخلفي يعني كي يجو من الرجلين دياله ويهزوه في الوقت يوقع ان الارنب كي بقى يتخبط مش حام واحد كي يكون كيربي الانب ومفاهم كيفاش يشدوه ديما كتلقاء جيد ساعد دياله من هاد الجيهة مثلا هاد الساعد كتلقاء ديما عنده هنايا جرح مجروح يعني الارنب كي بقى يدور بحاله كي يخاف وكي بقى يدور هكاكا في الساعد دياله كتحسوه كتحسوه بالجرح ديما في ذاك المربي لان مافاهمك كيفاش يمسك الارنب ومسك ديال الارنب كي يختلف ما بين الصغير او الكبير يعني ممكن ان هاد الصغر هادو عندهم مسكة مسكة خاصة بهم لا لاش لانهم متقالينش في الوزن يعني خفافين ممكن انه هنوريكم المسكة ديال الصغار والمسكة ديال الكبار نبدو بالمسكة ديال الصغار انتوما كيما كتشوفوا معايا الصغار حالهم ساهلين يعني ممكن انكم ديما هي الادنين اللي مش ضروري انكو متهزونش من الادنين دياله راه هاد القلوش هادو هادو كي ترتقولهم المسكة ديال الارنب الصغير هكا غي هكا صافي راه دبار ان يماسكوا ماشي مشكيه عندهم ماشي من الظهر دياله وماشي تشدوه غي شدة خفيفة هكا باش ميتشنتفلوش الشعر دياله هكا هانتوما بحال هكا هكا راه مزيان هدي الشدة الصحيحة والاحتيرة فيه لاحظوا انني بحال لي راه مبنج فيدي ما يمكنش انه يبقيت زعزع هانتوما شوية وصافية وديما ماشي تتقربوه لعندكم هكا دورو الاتجاه لا هكا هانتوما ممكن انني انهزوهم كاملين بهذه المسكة هادي ونديروه في الموقع اللي بغيت هانتوما هانتوما بحال هكا انكم تكونوا قيصين الجلد ماشي تكونوا شدين غي الشعر دب هادي من المسكة ديال الصغار لا بالنسبة ديال من بعض الفيطام لا قبل الفيطام ديما هاديك هي المسكة غي من ماشي من الظهر وانما من الكتاف دياله قررنا دبان مشو نشوفو المسكة ديال الكبار الكبار انتوما يعد اتباق الله را داكار رومي را يعني جايب الميزان كين المسكة الاحترافية واللي ممكن انكم تستعملوها وهي ماشي من ظهر ماشي من الخلف دياله ماشي من رجليه ماشي من الادوني دياله هنا في الكتاف دياله ولكن ماشي غادي تشدوه بحال هكا متلا هو تقيل وتشدوه غادي يبقى لكم الظهر في يديكم لا حطو اليد ديالكم كاملة بها الطريق وكمشو سمو غادي تلقاوا تلقاوا واحد واحد الجلد كين هنا هاد الجلد هدا هم اللي كدقوا في لي برادي اللي موراجي يعني كيني بخافاك هنا هاد جيه هادي يعني ما كن فيهاش اللحم فيها جلد ساميك هاد الجلد الساميك ممكن انكم تحسوا بهذا يعني لاندو اراني بيشد هاد جيه هادي ويشوف واحد الجلد ساميك من غير اللحم اللحم ها هو بعيد عليه انتوما كتحطوه يديكم بالكامل بها الطريقة وكتهزوه بها الطريقة انتوما لاحظو معي لاحظو معي انتوما الوخاك يبغي تتقل ما غاديش يقاديكم ما غاديش يقاديكم انتوما تبارك الله راعتقيل داب هاده يعني ماشي بالنسبة الالاني بالصغار او المتوسطين الحجم ولا البلدين انت اجيه ولي شد معي انا غادي نوريكم مسكة اخرى شد البطا انتوما ممكن انكم تحطو ليد ديالكم هنا باش تساعدوه شي شوية انتوما انتوما كتشدو من هنا شوفوا دابان بحدي بنجسو صافي ما غاديش يبقى يتحرك انتوما هادي هي المسكة الصحيحة والاحترافية اللي كي يستعملوها يعني الكبار المزارع هادي هي المسكة ديالها انتوما انتوما بعدتو عليا هكا وهادي هادي اليد هادي ما هي الا حاميل انتوما ها حطوها برفقك طلق صافي صافي راه هاد دابرا مزيان يعني مسكة صحيحة مئة بالمئة بالنسبة الارنب هادي راه يعني ارنب تقيل يعني راه يقدر يكون فيه تبارك الله واحد نقولوا واحد سبعة كيلو ما شبح الارنب يعني هذا الرومي هذا الرومي اما بالنسبة الارنب البلدية راه المسكة ديالهم ابسط مما يكون انتوما هادوا بحد هادوا راه هم في عمور نقولوا شهرين ونص شهرين ونص انتوما كيمة العادة حكا لانها خفيف الارنب الرومي ماشي يقول الارنب البلدي الارنب البلدي ساهل ساهل مسكين ما كي تعصبش اكتري ليش اديسوا هاد الشدة هذي صافي هدي الطريق وهاد الشدة هذي عملتها انا يقدم ناس يعني في السوق يقولوا لك اشنو هاد الشدة لاركش هذي يعني مكتعرفش ومنين يعني قتكلمت مع الناس وشرحت لهم باللي راه هاد الشدة المزيانة الاحترافية ممكن ما تضر لهمش لاحظت بعد مرور واحد شهور لاحظت ان قاعد الناس اللي كينينت الماية واللوكي شدوا هاد الشدة يعني بحالي بحالي نقولوا تعليم هو بمثابة تعليم هانتوما اي ارنب بريتوا تشدوه وخاء يكونوا مجموعين ديما حطوا يديكم بالاكمل هكا كمشو وهس هانتوما غادي بحالي كتبن نجوه هانتوما نقولوا هاد العملية بمثابة تبنيج هانتوما هانتو بغي تحطوه ماشي تطلقوه باينة تحطوه على الارجل دياله بما ميبقاش يتركل وطلق صاف يحيد الدك صافي هاده هي يعني المسكة الصحيحة اللي ممكن انكم تعلموه وما تقوش اديو الارانيب ديالكم وما تقاديوش تنفوسكم يعني اش حلموا واحد من الساعد دياله من هاد الجيهة كتبقى في واحد خباش وواحد واحد الجرح في هاده في هاده المنطقة هاده كلها كيكون يا ام هزو من رجليه يعني الارنب تهز من رجليه وبقى كيدور حتى ضرب بالارجل الامامية ولما لا ممكن انه يعد يعني لانك انتهز من رجليه هو خايف وخاب يقولش عدواني راه في ذاك اللقطة غادي خايف على راسه غادي ولي كيعد يعني اش حم واحد ما غاديش يفهم علاش عضني ولكن تيرك اديتي تورا ادك مية في المية الناس الي كي يزوعوا اتني من الادنين اراهم كي يتاكبوا يعني واحد الخطأ فاضي يعني كيتعددوا على ذاك الارنب المسكة الصحيحة اني وريتها لكم حاولوا انكم تتعاملوا مع الارنب بيرفق اني متأديوهمش اه كنظرنا اني وصلت لكم المعلومة يلا كين شي يعني معلوبة جديدة فهد تقنية الليدرت مرحبا بكم في التعاليق الطيبة ديلكم كمشكركم بزاف على التعليق ديركم طيبة والناس اللي ما شاركوش معنا شاركو معنا ما تنساوا الناس بلير الجام كيولا زير الجام باش تسندونا ونزيدو القدام القناة غادية بالدعم ديركم كمشكركم بزاف وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله